بينما يلتقط العالم أنفاسه بعد أكثر من عامين من جائحة كورونا جدر القردة وباء جديد يلوح بالأفق ويعيد إلى الذاكرة شبح أيام عصيبة عاشها سكان العالم منظمة الصحة العالمية تلقى التغارير من أربع عشرة دولة تؤكد رصد إصابات بمرض جدر القردة مشيرة إلى وجود حالات أخرى يشتبه في إصابتها بالمرض وسط توقعات بظهور مزيد من الحالات عالمية دول أوروبية عدة أبلغت عن وجود حالات للمرض في أراضيها إذا أعلنت بريطانيا عن اكتشاف أكثر من عشرين إصابة بالمرض منذ اكتشافها أولى حالات الإصابة لشخص عاد من نيجيريا منذ أسبوعين من الواضح أن انتشار هذا المرض هو أمر جديد في مجتمعنا لذلك يجب علينا معرفة المزيد حول المرض في المملكة المتحدة والدول الأخرى الخطر على صحة العام لا يزال منخفضا ولكن يجب علينا توخي الحذر ويجب على العيادات المختصة أن تقوم بفحص الحالات المشتبه بها أما بلجيكا التي أعلنت عن وجود ثلاث حالات فقد أصبحت أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي المرض المعدي حيث أعلنت السلطات الصحية أنها ويتعين على المصابين بالفيروس أن يعزلوا أنفسهم لمدة واحد وعشرين يوما خبراء ومختصون في الأمراض المعضية أكدوا أن خضر انتشار جدر القرد منخفض للغاية في الوقت الحالي مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية توخي الحذر ومتابعة انتشار المرض عن قرب كما عملت منظمة الصحة العالمية على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدر القرد وبحسب خبراء الأمراض المعدية فأن جدر القرد ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين وهو ما يعني إنه يمكن اختواه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي وتبدأ أعراضه بالحمى قبل ظخور الطفح الجلدي على الوجه والجسم بالإضافة إلى الصداع وألام العضلات والإرهاق وتقوم عدة دول في الوقت الحالي باستخدام لقاح الجدر للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرضة بعد موفقة هيئة الأدوية العالمية على استخدامه ترجمة نانسي قنقر